طيب هنروح للكرة الطائرة وطلاعي الجيش احنا في الاوقات دي بنلعب او نادي الاهلي للكرة الطائرة المصدر زبتونا بيلعبوا طلاعي الجيش بدور رجال الكرة الطائرة فين في صالة منشيط البكري في نادي طلاعي الجيش المباراة حتى الان اتنين اتنين في الاشواط المباراة اتنين اتنين في الاشواط يمكن شهدت الاول تفوق اهلاوي بعد كده واحد واحد بعد كده اتنين واحد للاهلي بعد كده اتنين اتنين في انتظار الشوت الخامس وأكيد هنقول لحضراتكم عن نتيجته فور نهاية وإحنا عندنا المباراة القادمة مع نادي الزمالك هتتلعب يوم 2-6 أو 2 يونيو القادم هتبقى على صالة المولين العرب وكان الاجتماع الأمني حصل منذ يومين تقريبا وكان طبعا كابتور قوف عبدالقادر حاضر هذا الاجتماع وتم تحديد الخطوط العريضة لهذه المباراة وزي ما قلت الحضراتكة تبقى الساعة 6 في مولين العرب وبالمناسبة ده نفس الملعب اللي تلعب عليه الدور الأول والحمد لله كنا فوزنا 3-0 على الزمالك والمباراة القادمة يمكن احنا منتظرين إن شاء الله المباراة دي يا رب إن شاء الله تعدي على خير ونكسب 3-2 إن شاء الله هكون مباراة الزمالك هي مباراة الفايسر أو مباراة ما فيش يعني خلاص اللي هيكسب هو اللي هيشيل بطولة الدوري خلينا أقول لكم كمان إن احنا متصدرين الدوري بنتيجة 58 نقطة بس في معلومة مهمة لازم أوضح لحضراتكم إن بطل الدوري مش بعدد النقاط بطل الدوري بعدد مطشات الفوز وده نظام الاتحاد الدولي دايما بكرر المعلومة دي عشان الناس تبقى متابعة معنا اللي أنا ممكن يقولك الأهلي خلاص فرق وبالنقاط فهو لا النقاط بنحتكم إليها بعد بنشوف التعادل أو يحصل تعادل في مباراة الفوز هنتبعكم المطش كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا النهاردة وكل التوفيق لفرقتنا بإذن الله يوم اتنين ستة في مطش نادي الزمالي طيب هنروح لكأس مصر للكرة الطائرة رجال أيضا تحطت يعني القرعة عملت وتعرف طبعا هنلاعب مين قرعة متوسطة لرجال طائرة الأهلي في كأس مصر لجنة المسابقات بتحاد القرعة الطائرة عمل قرعة بطول الكأس مصر المسلم نحن فيه الأهلي في دور اتنين وتلاتين هيلعب نادي الشراء الدخان يوم سبعة يونيال قادم يعني الفرق هتخلص يوم اتنين تستعد مباشرة لكأس مصر الأهلي في حالة فوزه بإذن الله في دور الستاشر هيلعب في دور الستاشر الكسبان في مواجهة التيران ومصر البترول يعني زي ما اتخذتوا بالكو يمكن واخده تدرجا شوية وبعا كده دور التمانية بقى دور الأربعة ودور الفاينال وختم المسابقة هيكون يوم واحد وعشرين ستة موسم طويل عشان الموسم يخلص في التيران يوم واحد وعشرين ستة إذن كان فيه توقفات كتيرة زي ما حدركم عارفين عشان كورونا والإجراءات الاحترازية ومطشات اتأجلت ومطشات اتلعبت واحد وعشرين ستة فترة طويلة بالأخص احنا بدأنا السنة فترة تفتكروا بعد عودة النشاط شهر سبع يعني اللعيبة دخلة في 11 شهر نقول 12 سنة كاملة اللعيبة ما ريحتش موسم لاحم وكمان نتخلي بالكو الموسم اللي بعده يعني ممكن شهر أو اتنين وتلاقي الدنيا برضو لحمة الاعداد فاللعيبة الحقيقة معذورين كل التوفيق ليهم ان شاء الله وبرضو متابع هنتابع مطش طلاعي الجيش ونبلغكم بالنتيجة ان شاء الله على الهواء اول ما نعرف هنروح لخبر جيد ايضا ناشئ كرة طائرة تحت 17 سنة فازوا ببطولة الجمهورية فريد ناشئين كرة طائرة بناديها تحت 17 سنة بقيادة الكابت النبي نادر توجى ببطولة الجمهورية بعد فوزه على نادي الصيد بنتيجة 3-0 طبعا كان كسب كل مطشاط وكسب الزمالك والتحادسكنداري والصيد البطولة كانت لعبت على صالة المقولين العرب بمدية نص دي الصالة اللي هتلاقي عليها ان شاء الله بطولة او المبرارة الختمية للدور الكرة الطائرة رجال ان شاء الله يوم 2-6 الاربعاء القادم الف مليون مبروك يعني مستقبل الكرة الطائرة في النادي الاهلي الحمد لله مطمئن زي مستقبل كرة اليد وزي ما شوفنا الحلقة اللي فاتت برضو كان معانا ابطلنا الحقيقة قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله في كل الالعاب الجامعية والفردية حاجة بصراحة تشرف خلينا نروح لكرة الطائرة للشباب عندنا مواجهة مهمة جدا مع الزمالك بكرة ان شاء الله فريق شباب الكرة الطائرة بنادي الاهلي بقيادة مديره الفن كابتن حسام شعراوي هيبدأ بكرة مشواره في نهايات بطولة الجمهورية لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة الاهلي هيلعب بكرة مع الزمالك ساعة 4 العص على صالة شراء الدخان يمكن طبعا صالة تانية غير المقولين العرب وبإذن الله نلعب يوم الجمعة الجاية مع نادي الصيد ويوم السبت هيكون ختام مشوارنا في البطولة قدام نادي اسموها ان شاء الله يحققوا المكسب زي ما حققوا فريق 17 سنة وبالدليل زي ما أقول لكم 17 سنة الحمد لله بطل الجمهورية وفريق الشباب ماشي كويس 19 سنة هو ماشي الحمد لله بشكل جيد ياخد البطولة ويبقى كده الحمد لله وان شاء الله الفريق الأول يبقى كده قطاع الطائرة زي ما عودنا في المراكز الأولى دائم الأبناء